السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصفة الثالث التعليم المستمر طاب يومكم أتمنى أن تكون بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية بسم الله نبدأ درسنا السابق الدولة السعودية الأولى لدينا طلاب وطالبات واجب هيا بنا نستعرض أسئلة الواجب السؤال الأول متى بدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى وما هي عاصمتها السؤال الثاني عدد وعددي أبرز جهود الإمام محمد بن سعود نبدأ بحل الأسئلة السؤال الأول متى بدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى أحسنتم في عام 850 للهجرة أي منتصف القرن التاسع الهجري ابتدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى حيث بدأت البلدات في وسط شبه الجزيرة العربية تنشأ بعد عودة القبائل والسكان إليها إجابة صحيحة السؤال الثاني مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرين عدد وعددي أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود أحسنتم تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق توحيد عدد من البلدات حول الدرعية نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة ووضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية إجابة صحيحة انتهينا من حل الواجب حيبنا نراجع درسنا السابق إلى متى ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود أحسنتم ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة المالكة آل سعود إلى 200 سنة قبل الإسلام عندما هاجرت قبيلة بني حنيفة من الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية اليمامة في العارض وأسست لها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً مركزها حجر اليمامة التي هي الرياض اليوم إجابة صحيحة طلابي وطالباتي ما زلنا في الوحدة الثالثة الدولة السعودية الأولى والثانية دروسها كالتالي الدرس السابع الدولة السعودية الأولى وكان معنا في حصتنا الماضية الجزء الأول من هذا الدرس قد درس الثامن الدولة السعودية الثانية ما الهدف من دراسة هذه الوحدة؟ سوف أتعلم في هذه الوحدة بإذن الله نشأة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية شفوه دائماً 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 د أولى الدولة السعودية ستبحر هذه السفن بالترتيب هيا بنا نرتب هذه الكلمات لنكون جملة مفيدة الكلمة الأولى الأولى تصبح الثالثة الدولة الكلمة الثانية تصبح الأولى السعودية الكلمة الثالثة تصبح الثانية هيا بنا نقرأ سويا إذن درسنا اليوم هو بعنوان الدولة السعودية الأولى رقم 2 أحسنتم بارك الله فيه محاور الدرس نتعرف على مجموعة من أئمة الدولة السعودية الأولى سيرة الإمام عبد العزيز بن محمد سيرة الإمام سعود بن عبد العزيز سيرة الإمام عبد الله بن سعود وسقوط الدولة السعودية الأولى سبب تسمية عصر الإمام عبد العزيز بن محمد بالعصر الذهبي سبب تسمية الإمام سعود بن عبد العزيز بن سعود الكبير معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى أهداف درسنا لهذا اليوم أن يتوقع من الطالب والطالبة أن يبين سيرة الإمام عبد العزيز بن محمد يذكر سيرة الإمام سعود بن عبد العزيز يوضح سيرة الإمام عبد الله بن سعود وصفوط الدولة يعلل سبب تسمية عصر الإمام عبد العزيز بن محمد بن عصر الدهبي يعلل سبب تسمية الإمام سعود بن عبد العزيز بن سعود الكبير يعدد أبرز معارك الدفاع على الدولة السعودية الأولى لاحظوا معي هذه الخريطة للدولة السعودية في أقصى اتساع لها سؤال من هو مؤسس هذه الدولة؟ أحسنتم هو الإمام محمد بن سعود بن مقرع خلفه أئمة من بعده حرصوا على بقاء الدولة الموحدة تحت حكم واحد وسيادة واحدة هيا نتعرف عليهم في درسنا لهذا اليوم أئمة الدولة السعودية الأولى لو تلاحظوا معي الإمام محمد بن سعود هو المؤسس خلفهم من بعده أبنائه وأحفاده ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد ثم الإمام سعود بن عبد العزيز ثم الإمام عبد الله بن سعود إذن الأئمة الذين جاءوا بعده الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد يا ترى لدينا نشاط عددوا عددي أئمة الدولة السعودية الأولى طبعا المؤسس الإمام محمد بن سعود أحسنتم ثم خلفه ابنها الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود أحسنتم ثم الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثم الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد إجابة صحية نبدأ بالإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إذن تولى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الحكم بعد وفاة والده الإمام محمد بن سعود عام 1179 للهجرة من صفاته اشتهر بالعدل والشجاعة أصبحت الدولة السعودية في عهده دولة قوية ووحدت معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية توفي الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام 1218 للهجرة بعد نحو أربعين سنة من الحكم حيث اغتيل غدرا وهو يصلي العصر في مسجد الطريف بالدرعية بتدبير من أعداء الدولة السعودية انتقاما منها لماذا؟ لتوسعها وقوتها وصحة مبادئها ننتقل للإمام الذي خلف والدها الإمام الذي يليه الإمام سعود بن عبد العزيز لكن لدينا نشاط متى توفي الإمام عبد العزيز بن محمد توفي الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام 1218 للهجرة بعد نحو أربعين سنة من الحكم حيث اغتيل غدرا وهو يصلي العصر في مسجد الطريف بالدرعية بتدبير من أعداء الدولة السعودية له انتقاما منها لتوسعها وقوتها وصحة مبادئها ننتقل للإمام الذي يليه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود إذن الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أحد أئمة الدولة السعودية الأولى أصبح الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد إماما وحاكما للدولة السعودية الأولى وذلك بعد وفاة والده الإمام عبد العزيز بن محمد عرف عصر أو عهده بالفترة الذهبية لماذا يا ترى؟ نعم عرف بالفترة الذهبية للدولة السعودية الأولى وذروت قوتها لأن الدولة وصلت في عهده إلى أقصى اتساع أو نطاق لها إذا امتدت إلى حدود العراق والشام واليمن وجهات في ساحل الخليج العربي لذلك وصفه المؤرخون بسعود الكبير لماذا وصف المؤرخون الإمام سعود بن عبد العزيز بسعود الكبير؟ نعم لأن الدولة في عهده وصلت إلى أقصى نطاق لها حيث امتدت إلى حدود العراق والشام واليمن وجهات من ساحل الخليج العربي علل وعلل تسمية عصر الإمام سعود بن عبد العزيز بالفترة الذهبية أحسنتم عرف عهده بالفترة الذهبية للدولة السعودية الأولى وذروة قوتها فقد وصلت الدولة في عهده إلى أقصى اتساع لها حيث امتدت إلى حدود العراق والشام واليمن وجهات من ساحل الخليج العربي أيضا وصفه المؤرخون بسعود الكبير خلفه ابنه الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد تولى الإمام عبد الله بن سعود الحكم بعد وفاة والده عام 1229 للهجرة وقضى عهده في مقاومة الأعداء الذين استهدفوا الدولة السعودية الأولى لماذا؟ في محاولة لإسقاطها عرف الإمام عبد الله بن سعود بالقيادة والقدرة على إدارة الجيوش وبرز ذلك واضحا في عهده وعهد والده قبله إذن عرف الإمام عبد الله بن سعود بالقيادة والقدرة على إدارة الجيوش وبرز ذلك واضحا في عهده وعهد والده قبله منتقل طلابي وطالباتي إلى بعض معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى المعركة الأولى وادي الصفراء حدثت عام 1226 للهجرة بالقرب من المدينة المنورة كذلك لدينا معركة أخرى معركة تربة عام 1228 للهجرة إذن من أبرز معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى وبطولاتها معاركة وادي الصفراء عام 1226 للهجرة بالقرب من المدينة المنورة ومعركة تربة عام 1228 للهجرة أعددوا أعددي أبرز معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى أحسنتم معركة وادي الصفراء عام 1226 للهجرة بالقرب من المدينة المنورة المعركة الثانية في درسنا لهذا اليوم معركة تربة عام 1228 للهجرة نبدأ بالمعركة الأولى معركة وادي الصفراء التي حدثت عام 1226 للهجرة بالقرب من المدينة المنورة قواد المعركة الدولة السعودية الأولى الإمام عبد الله بن سعود الدولة العثمانية المعتدية أحمد بن توصول الأحداث معركة شديدة استمرت ثلاثة أيام واجهت القوات السعودية جيشا ضخما للقوات العثمانية المعتدية بمعداتها العسكرية وبمدافعها نتائج المعركة طلابي وطالباتي النتائج انتصرت القوات السعودية خسر الجيش العثماني نحو أربعة آلاف رجل هنا رسم تخيلي لمعركة وادي الصفراء الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام عبد الله بن سعود والدولة السعودية الثانية بقوات الدولة العثمانية المعتدية بقيادة أحمد توصول وهنا أرض المعركة هذه عبارة عن صورة لرسم تخيلي لمعركة وادي الصفراء ننتقل للمعركة التالية معركة التربا التي وقعت عام 1228 للهجرة قوات الدولة السعودية الأولى غالية بقومية والدولة العثمانية المعتدية مصطفى بيك الأحداث كانت تدور حول ماذا اتجاه قوات الدولة العثمانية بقيادة مصطفى بيك إلى التربا للاستيلاء عليها تنظيم الدفاع عن التربا وإدارة غالية بقومية للمدافعين عن البلدة وحفزهم وتنظيم المؤن وتوزيع الأسلحة عليهم وذلك لمرض زوجها أمير البلدة في أثناء الحملة وإخفاءها ذلك عن الناس نتائج هذه المعركة طلابي وطالباتي انتهت المعركة بانهزام القوات العثمانية المعتدية أمام قوات الأبطال السعوديين خسارة العثمانيين مئات المئات وفرار البقية تاركين أسلحتهم ومدافعهم هذه أيضا الصورة عبارة عن رسم تخيلي للبطل السعودية غالية بقومية وهي تشارك في إدارة المعركة تعرفنا في درسنا لهذا اليوم على أئمة الدولة السعودية الأولى من بعد المؤسسة الإمام محمد بن سعود عدد وعددي أئمة الدولة السعودية الأولى أحسنتم الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد متى توفي الإمام عبدالعزيز بن محمد توفي الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود عام 1218 للهجرة بعد نحو أربعين سنة من الحكم حيث اغتيل غدرا وهو يصلي صلاة العصر في مسجد الطريف بالدرعية بتدبير من أعداء الدولة السعودية الأولى انتقاما منها لتوسعها وقوتها وصحة مبادئها علل وعللي تسمية عصر الإمام سعود بن عبدالعزيز بالفترة الذهبية نعم عرف عزه بالفترة الذهبية للدولة السعودية الأولى وذروة قوتها فقد وصلت الدولة في عهده إلى أقصى نطاق لها إذ انتدت إلى حدود العراق والشام واليمن ووجهات من ساحل الخليج العربي ذكرنا في درسنا أبرز معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى عددوا عددي أبرز معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى أحسنتم معركة وادي الصفراء عام 1226 للهجرة في القرب من المدينة المنورة معركة التربة عام 1228 للهجرة انتهينا من درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي لدينا واجب أسئلة الواجب السؤال الأول عددوا عددي أئمة الدولة السعودية الأولى السؤال الثاني عددوا عددي معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى في ختام درسنا طلابي وطالباتي شاكرت لكم حسن استماعكم واستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر